أهلا بكم إلى نشرة العاشرة بتوقيت جرينيتش وفيها باريس تحترق في ثالث تحرك لشطرات السفراء الاشتباكات تسفر عن إصابة المئات وعشرات الاعتقالات هل تتوقف الاحتجاجات عند موجة العنف أم تتحول إلى حركة بأهداف سياسية قمة العشرين تختتم أشغالها في الأرجنتين لماذا الإجماع على ضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي والانقسام حول استمرار دعم اتفاقية باريس للمناخ في اليوم العالمي لداء نقص المناخ الأهدس أعلى رقم على الإطلاق أصدرته الأمم المتحدة يشير إلى إصابة 37 مليون شخص بالفيروس حول العالم هل السبب هو قلة الوعي أم قلة الدواء تابعونا بعد قليل أهلا بكم مجددا معكم رأوف جربي أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 265 متظاهرا على الأقل خلال احتجاجات أصحاب الشترات السفرائية والسفت في العاصمة باريس كما أكدت سلطات إصابة نحو 100 شخص خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في حي الشانزيليزي ضمنهم العشرات من عناصر الأمن كما حطم المتظاهرون عددا كبيرا من واجهات المحل التجارية وأشعلوا الحرائق في الشوارع وأحرقوا عددا من السيارات مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من أصحاب سترات السفراء وأثار غضب وعنف بدت واضحة في كثير من المدن الفرنسية كان أبرزها المواجهات التي اندلعت على البوابات المؤدية إلى قلب باريس ولسية ماجدة الشانزيليزي حيث انتظرت الشرطة المتظاهرين الذين جاءوا إلى هنا منذ ساعات الصباح البكر ماكرون نرجوك قدم استقالتك مللنا من دفع الضرائب لك ولأغنيائك لا نملك أسلحة وهم لا يتوقفون عن إطلاق الغاز قنابل مسيلة للدموع قنابل دخانية حواجز وانتشار لمئات رجال الشرطة لمنع دخول من وصفهم وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بالفوضويين الذين زاد عددهم حسب تصريحاته عن 1500 شخص حملهم مسؤولية التكسير والفوضى وتم اعتقال العشرات منهم منذ الصباح نحن هنا لإثبات أننا موجودون وأن ما يقال عننا في وسائل الإعلام ليس حقيقياً هذا أولاً وثانياً لا أؤمن كثيراً بالحديث عن التغيير وأنت ترى كيف استقبلنا هذا الصباح هل ضربنا بالغازات كان بأمر من المسؤولين يريدون دفعنا للانسحاب؟ لن نتراجع اللافت في تحرك هذا اليوم هو ارتفاع نسبة مؤيدي حيث أن ثلثي الشعب الفرنسي يؤيدون المتظاهرين إضافة إلى بدء سماع أصوات من طلاب الجامعات والمدارث السنوية والأحزاب حتى ضمن حزب الرئيس ماكرون وشخصيات سياسية مؤيدة لتحركهم وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي الأسباق فرانسواء أولون يتوقع خبراء أن تتطور تحركات السطورات السفراء التي بدأت في السابع عشر من نوفمبر الماضي إلى ربيع أوروبي خاصة بعدما حصل في بلجيكا حيث خرجت هذه التحركات إلى خارج حدود الفرنسا وحيث نزل مئات من السطورات السفراء في شوارع بروكسل توني شمي الحرة باريس هذا واعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن موجة العنف والتخريبة التي ضربت باريس لا يمكن تبريرها وأضاف أن ما حصل لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع ما جرى اليوم في باريس لا علاقة له مع التعبير السلمي عن الغضب المشروع لا يوجد سبب يبرر مهاجمة القوات الأمنية ونهب المحلات وحرق الأمنية العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين أو تلطيخ قوس النصر معنا من باريس دكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي مساء الخير دكتور إذن جنوح نحو العنف من يتحمل المسؤولية هل هذا نتاج لعدم ربما نضوج فكرة هذه الحركة وحركة سترة السفراء؟ أم أنه هناك سوء تعامل من طرف السلطات الأمنية في باريس مع هذه الحركة؟ مساء الخير تحية لكم ولمشاهدين الكرام من الواضح أننا اليوم نشهد حالة صورة من صور الحرب يعني الآن في شوارع باريس وخاصة في الشارع الرئيسي لشونزيليزي هذا الشارع الذي يشهد السواح ويشهد الحركة التي لا تتوقف اليوم توقف وأصبح هناك حالة صورة صورة رهيبة صورة حرب ولا تستطيع أن تتصور أنك داخل العاصمة الفرنسية من المتسبب في هذه الحالة؟ في حالة هذا العنف وهذا التطور وهذا الحراف الخطير الذي بدأ بالتظاهر السلم إلى هذا التخريب وهذه صورة خطيرة من التخريب والعنف الواضح أنا أعتقد أن هناك استفزاز من طرف الحكومة لأن هذه ما يسمى بحركة السترات الصفراء هي ليس لها لا لون سياسي ولا لون نقابي ولعل أن الصعوبة هنا الحكومة مع من ستتكلم مع من ستتفاوض مع من ستتحاور ولكن بالمقابل هناك استفزاز واضح عندما نلاحظ الخطاب الذي وجهه الرئيس الفرنسي وهو في الأرجنتين ويقول على أن هناك هؤلاء الذين يتظاهرون ما يريدون إلا الضربة القاضية لفرنسا الآن نشهد أبناء فرنسيين وليس هناك أجانب وهناك أبناء الجاليات المسلمة وليس هناك المغاربة هناك فرنسيين حقيقيين من يتظاهرون اليوم في باريس وهم من قالوا بصريح العبارة على أن الحكومة لا تسمعهم إذا لم يتحركوا دكتور لو سمحت هل هذا يعني أن هناك سوء إدارة من طرف رئيس ماكرون لهذه الحركة ما يهدد بتوسعها وانتشارها ومحاصرتها وحتى الإطاحة برأسها من على الرئاسة من الواضح هذه من الواضح الآن هي انطلقت منذ هذا أسبوع الثالث والآن الشرارة تطورت وأصبحت تمس كل المناطق الفرنسية بالعكس انتقل هذه العدوى وهذه الظاهرة إلى بلجيكا معنى ذلك أنه مؤشر خطير على أن هذه الظاهرة ستنتشر في أوروبا كاملة قاطبة وبالتالي الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون بالأخص لم يستطع أن يستقطب هؤلاء المتظاهرون وهو يقول أنا مستمر وأنا ذاهب إلى ما أريد فرضه من هذا التغيير البيئي التغيير البيئي الذي يريد أن يزيد في هذه الظرائب على الوقود الآن أصبحت انتقل المطالبات تطورت من خفض هذه الظرائب على الوقود إلى مطالب أخرى اجتماعية كثيرة وإلى حتى الإطاحة بالحكومة وحتى مطلب الإطاحة بالرئيس أو برحيل ماكرون يعني هناك هذا تطور خطير والأسابيع القادمة ممكن أنها سوف تشهد تشهد عنف أكبر وخاصة أن الحكومة اليوم تنوي أنها ستطور إحتجاجات ومظاهر العنف اليوم في العاصمة باريس في رأيك هل تخدم مثل هذه المظاهر مطالب حركة أسطرة السفراء أم أنها ستقضي عليها هو في الحقيقة أن هؤلاء الذين خربوا في هذا اليوم يعني أعطوا صورة سيئة على التظاهر المجتمع الفرنسي كان معروف عليه بالتظاهر السلمي ولكن هذه صور التخريب وصور العنف أساءت وشوهت هذا المظهر المظهر التظاهر السلمي للأسف الآن ترى على وسائل التواصل الاجتماعي هناك تعليقات وهناك على أن هل هؤلاء هم فرنسا هل هذه فرنسا أم دولة أخرى لا بالعكس ستشوه هذه المطالب وستمس في صلب هذه المطالب التي تأتي بها أتت بها هذه الحركة التي تعتبر نفسها أنها حركة تمثل كل أطياف المجتمع الفرنسي بمختلف ألوانه السياسية وبمختلف ألوانه النقابية وبمختلف أعماره وبالتالي فهذه صور العنف ستشوه بطبيعة الحال هذه الحركة وتجعلها حركة تدعو للعنف أكثر من أنها تدعو إلى المطالبة بحقوقها بطريق المتظاهر السلمي دكتور رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قطع زيارته على هامش قمة العشرين المعاقدة بالأرجنتين وعاد ليعود إلى باريس ودعا إلى اجتماع طارق غدا ماذا في يده حتى يمكن له أن يوقف مثل هذا الاحتجاج خاصة أنه هناك تهديدات بالعودة إلى هذه التظاهرات السبت القادم هو قال أنه سيجتمع غدا صباحا مع حكومته وما صرحته خاصة يعني ما صرحه وأعضاء حكومته الآن كل مختلف الوزراء الذين تكلموا مع وسائل الإعلام على أنهم سائرون في فرض حالة الطوارئ وهذا يعني هناك تصعيد وهناك استفزاز آخر لهؤلاء المتظاهرون وهؤلاء المطالبون بهذه المطالب الاجتماعية هي قائمة يعني لو نستعرض هذه القائمة المطالب نجدها كلها تقريبا مطالب اجتماعية كان من المفروض أنها لا تدعو ولا يعني تعطي صور هذا التخريب وهذا العنف وهذا التكسير وهذا الحرق يعني هناك اليوم الآن وخاصة الآن يعني تشهد الشوارع باريس حرق للسيارات كسر وحرق للمحلات كسر يعني مظهر وكأنك تعيش في دولة الآن هي دولة تعيش من حالات الحرب والحكومة غدا ستجتمع ستجتمع من أهم مقرراتها أم مهن قراراتها أنا أعتقد أنها ستفرض حالة الطوارئ التي لمحوا وبالتالي منع التظاهر أنا أعتبر أنها حالة أخرى شكرا لك من حالات الاستفزاز التي نعم شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي كنت معنا من باريس نشرتنا مستمرة بعد الفاصل وفيها نتابع قادة مجموعة العشرين يجمعون على إصلاح نظام التجارة العالمي لكن البعض فقط يوافقون على دعم اتفاقية للمناخ وفي المغرب الحكومة تكرم فائزات في مسابقة تميز لأفضل النماذج التي صنعت التغيير في البلاد أهلا بكم من جديد اختتمت قيمة مجموعة العشرين أعمالها في العاصمة الأرجنطينية بيونس إيرس دون تحقيق تقدم يذكر في الملفات الخلافية القيمة شهدت اتفاقا على إصلاح نظام التجارة العالمي فيما أبقت واشنطن على موقفها من الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ اتفاق على إصلاح نظام التجارة العالمي وخلاف مع واشنطن حول تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015 عنوانان باريزان لاختتام عمل قمة مجموعة العشرين التي استمرت على مدى يومين في العاصمة الأرجنطينية بيونس إيرس لقد اتفقنا على بيان يأكس الحاجة إلى تنشط التجارة وإنعاش منظمة التجارة العالمية حيث يواجه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية العديد من التحديات في حقيبته ولقد صدقنا على المخاوف التي نشترك فيها جميعا إذا أتغير المناخ البيان الختمي أقر بوجود قصور في نظام التجارة العالمي ودعا إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية إلا أنه تجنب ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحماية التجارية بسبب رفض الولايات المتحدة حسب ما ذكر مفاوض وأكدت الدول الأعضاء أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لا يحقق أهدفه على صعيد النمو وخلق الوظائف وفي مجال آخر جاء في البيان أن التسعة عشرة دولة أكدت الالتزام باتفاقية باريس للمناخ إلا أن الولايات المتحدة أكدت قرارها بالانسحاب منها الرئيس الفرنسي الذي لم يغادر القمة وتابع بشكل مستمر ما يجري في باريس أشد بما توصلت إليه القمة ووصف نتائجها بالإيجابية خاصة وأنه جاء بالأساس ليدافع فيها عن اتفاقية باريس للمناخ أتاحت لنا قمة مجموعة العشرين الفرصة لتبادل مكثف فيما يتعلق بعدد من الملفات الهامة الأمر الذي سمح لنا بالوصول إلى نتائج ملموسة لقد اتفقنا على جدول أعمال لإصلاح منظمة التجارة العالمية وستتم مناقشة هذه الأجندا خلال القمة المقبلة في اليابان وبالنسبة للمناخ جددنا الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبدل الجهود لتفعيلها قمة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها إذن بعد يومين من النقاشات ويرى مراقبون أنها لم تحقق تقدما يذكر في الملفات الخلافية وهي التي اجتمعت عشر مرات إلى غاية اليوم وعلى همشي أعمالي اليوم الأخير من قمة مجموعة العشرين ناجزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثة مع المستشرة الألمانية أنجيلة ميركل وقالت ترامب أن مباحثته كانت مثمرة مع ميركل وتعلقت بقضية خفض العجز التجاري بين البلدين وقضايا الدفاع العسكري وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن المستشارة ميركل تتفهم موقف الإدارة الأمريكية من القضايا المطروحة للنقاش إنه لشرف عظيم لي أن أكون مع المستشارة ميركل التي تربطني بها علاقة صداقة وعلاقات عمل جيدة وهي مهمة للغاية وقد بحثنا قضايا التبادل التجاري وقضايا الدفاع وقضايا أخرى كثيرة تعلمون أنه كان لدينا عز كبير مع ألمانيا ولكننا نعمل على تصحيحه وكذلك علاقاتنا العسكرية جيدة جدا ونحن نتفهم بعضنا البعض مرة أخرى إنه شرف لي أن أكون مع المستشارة ميركل فهي تقوم بعمل رائع والجميع يكون لها احترام كبير وعلى هامشي قمة مجموعة العشين دائما طلب قادة الولايات المتحدة واليابان والهند بحرية الملاحة في قارة أسيا خلال اجتماع ثلاثي وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن اللقاء الثلاثي أعاد تأكيد أهمية الرؤية الحرة والمفتوحة للمحيطين الهندي والهادي لتحقيق الاستقرار والرخاء العالميين وكانت إدارة الرئيس ترام طرحت في وقت سابق فقرة ملاحة وتجارة حرة لمنطقة المحيطين الهادي والهند معنا من الرباط عبد الفتاح الفتحي الباحث السياسي مساء الخير دكتور أهلا بك إذن الكبار يجمعون على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية ونظام العالمي للتجارة ماذا يعني هذا الإجماع وعلى ماذا ستركز أو على ماذا ستركز هذه القوى مطالبها وجهودها لتغيير هذا النظام طبعا اليوم كانت هناك نقاشات سابقة حول إشكاليات أو ما يسمي بأزمة التجارة العالمية وكانت هناك مجموعة من الأقطاب الكبرى في العالم متصارعة فيما بينها كالأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين وكذلك مع روسيا وكذلك نفس الأمر حتى مع دول الاتحاد الأوروبي وحتى مع جيران الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعي إذن أن هذه الخلافات لابد من أن تكون على جدوى الأعمال قمة العشرين وطبيعي كان هناك ضغوط قوية التي أفضت في نهاية المطاف إلى ضرورة إصلاح منظمة أو منظمة التجارة العالمية لكن تبقى هذه الإشكالية محط خلاف كبير لأن هناك بعض القضايا المتعلقة بالحماية التجارية لم تطرح بعد للنقاش وهو ما يعني بأن الأزمة التجارية ستتواصل تداعيتها في المستقبل وسيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر وبالتالي فالدول الصغيرة ستعاني هي الأخرى في إطار عدم توافق الدول الكبار مما يؤدي إلى لا عدلة اقتصادية في العالم وطبعا هذا ستكون له تداعيات سيئة جدا على المستوى الاستقرار الاقتصادي للدول للاقتصاد العالمي وسيكون له تداعيات خطيرة فيما يتعلق بنسبة الفقر بالنسبة للدول الصغيرة لذلك النقاشات ستتواصل ويجب أن تبقى مكتفة كذلك كانت هناك مجموعة من الملفات التي أعاقتها التواصل كعدم انعقاد القمة بين ترامب وكذلك بوتين وكذلك مطروح القضية الديمقراطية يعني بعد تأكيدات بأن هناك شبه يعني إجماع حول تحييد هذه القضية فيما يتعلق قضية خجقشي وكذلك الدور السعودي فيما يتعلق بتخفيض يعني أسعار النفط على العموم يعني تبقى إشكالات قوية جدا تحتاج إلى المعالجة لكن تبقى هناك تحديات لازالت يعني موجودة مما يعني بأن قمة الأرجنتين لم تحقق يعني المطلوب تجاه التحديات الكبيرة المطروحة على قادة العالم لكن رغم ذلك قادة العالم متفائلون وحتى يعني في ذل إصرار واشنطن على ضرورة مراجعة المشاكل المتعلقة بالحماية التجارية في هذا الإطار أستاذ هل سيكون البديل ربما تفاهمات تنائية إقليمية أم أن الأمر سيكون على نطاق واسع وعلى نطاق عالمي مع الحاجة إلى اجتماعات موسعة بين جميع الأطراف أعتقد بأن الرؤية السياسية لطرامب لم تبدو بأنها غير يعني مقبولة لدى العديد من الدول التي تريد أن يكون لها وزن قوي على مستوى الساحة الدولية لذلك هناك الحديث عن سياسات بديلة مثلا كما تخوضها يعني منظمة شانجهاي مثلا بزعامة روسيا في إطار الحديث عن ضرورة تعدد الأقطاب بدل القطب الواحد ولذلك أعتقد بأن الأزمة اليوم في غياب أي تحالفات أخرى خارجها يعني الولايات المتحدة الأمريكية فستشهد يعني هذه العملية استمرار يعني في الأيام أو في الأسابيع أو الشهور المقبلة فيما بين أزمة تجارية بين روسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحقيق يعني تسويات مثلا مع كندا ومع يعني المكسيك لكن لا زال هناك النقاش يعني يحتاج إلى وقت من أجل تدبير يعني العملية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هناك مؤشر بعد قمة ترامب وميركل أن هناك مؤشرات على أنه سيكون هناك تفاهمات فيما يتعلق بالعجل التجاري وضرورة الموازنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لكن لا أعتقد بأن نفس الأمر قد يحصل مع الصين لأن هناك تحديات أخرى لأن ربما أن الصين تريد أن تفرد نفسها باعتبارها فاعل اقتصادي قوي ولا بد كذلك من أن تأخذها في تحالف مع روسيا من أجل الحديث عن تعدد القطبية وكذلك لا بد أن يكون في صفهم كذلك الهند ولذلك أعتقد بأن الأمر لا يزال يحتاج إلى نقاشات مكتفة في الأسابيع المقبلة وربما الشهور المقبلة من أجل الوصول إلى حل تنائي بين هذه الدول القوية ولذلك لا أعتقد بأن دول العشرين كانت أقدر على أن تفرض خطة على الدول الكبار من أجل أن تكون تسويات فيما يتعلق بالأزمة التجارية ولا حتى في قضية المناخ لأنها مرتبطة بهذا الأمر ولكن المناخ لماذا تعطرت مطالب الإجماع؟ لماذا غاب الإجماع في هذه النقطة؟ في وقت إذن تم استبعاد السياسة التجارة نعم كان هناك إجماع لكن المناخ لا طبعا يمكن القول بأن هناك شبه إجماع مدامة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بقيها ولكن من أكبر الدول المصنعة يعني قرارها مؤثر جدا أستاذ طبعا قرارها مؤثر لأنها تساهم في نسبة تلوت بنسبة 15% ولكن غالبية الخبراء لا يؤكدون بأن هذا الانسحاب يمكن أن ينهي اتفاق باريس لأن تبقى بعض الدول كالهند والصين وكذلك روسيا متشبتة به وهذا ما يعطي كذلك أمل في أنه في المستقبل يمكن أن يكون هناك رؤية جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن تعدل عن هذا القرار ولذلك اليوم المشكلة هو أنه ليست هناك جدوى الأعمال للتفاوض أو لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى هذا الاتفاق ولربما أن الدول الكبرى لم تستطيع أن تقدم بعض الضمانات التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تعغير رأيها في هذا الموقف وهو ذات الأمر كذلك بالنسبة لولايات المتحدة من قضية الهجرة التي ستنعقده قمة أساسية برئاسة الأمم المتحدة بمراكش المغربية لذلك أعتقد أن هذه الانسحابات من إجماع يكاد يكون شبه عالمي في الحقيقة لا يؤثر وإن كان للولايات المتحدة الأمريكية دور أساسي وأساسي جدا وأعتقد بأنه بالإمكان في المستقبل إذا موجدت بعض الضمانات أو بعض الآليات تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون في نجاح كبير بالنسبة للنظام العالمي وصياغات توافقية أستاذ وسيحضر من الإشكاليات ومن الأزمات شكرا لك طبعا وصياغات توافقية شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح الفتح الباحث السياسي كنت معنا من الرباط وفي المغرب كرمت الحكومة فائزات في مسابقة تميز لأفضل النماذج النسائية التي صنعت التغيير في البلاد ويأتي تتويج الفائزات ضمن فعاليات الدورة الرابعة من الجائزة الوطنية للتميز التي حدثتها الحكومة لإبراز النماذج المتميزة لإسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بجهود النساء في تنمية البلاد نعيم الصنهاج اسم ارتبط في المغرب بالنضال ضد زواج القاصرة والتسرب المدرسي لفتيات القرى فخلال عشرين سنة من تأسيسها لجمعية دعم تدريس الفتاة القروية ساعدت 3600 فتاة على متابعة دراستهن وإنشاء 42 مركز إيواء عبر 40 محافظة قروية إنجاز نالت عليه الصنهاج الجائزة الوطنية للتميز لمغربيات صنعنا التغيير نشكر الوزارة التي تم هذه الجائزة نشكر جداد تحكيم لإعترافات هذه المجهود يمكن مجهود بسيط ولكن يمكن آلاف الفتيات في العالم القاروي من الولوج الإعدادي والتناوي تميز هو احتفاء حكومي بنساء كسرن قيود تقاليد وساهمن في تحقيق التنمية البشرية والنهوض بأوضاع النساء بمجهودات فردية خاصة ويتضمن التتويج مكفآت مالية ودعم حكومي ويهدف أيضا إلى تشجيع أخريات على إنشاء تعاونيات والانخراط في العمل الاجتماعي هل تساهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية القروية؟ نعم بالتضافر للجهود وكذلك بمواكبات هذه المشاريع هي تساهم بالفعل في تحقيق التنمية القروية ونحن نأمل أن هذه المشاريع تشجع جهات متعددة لكي تقدم مشاريع في اتجاه تنمية القرية وتحسين وضعية المرأة القروية وفازت مشاريع النسائية أخرى شكلت نقطة تغيير لسكان قرى هن كمشروع لحصد الضباب وهو استخراج الماء من ضباب قمم الجبال ومبادرات اقتصادية كتربية الماعز وتسويق المنتجات الفلاحية والسياحة البيئية ومراكز قروية للدعم النفسي والقانوني للنساء أنا كنشتغل لمدة سنين طويلة كنشتغل في خدمة المرأة القروية لكن للأسف شديد كنشتغل في صمت اليوم جات وزارة الأسرة والتضامن وخرجت ذلك الصمت ودرت جائزة للجمعيات التي تشتغل في صمت يشكل سكان القرى 40% من سكان البلاد بنسبة فقر تناهز 80% وبمشاكل اجتماعية وضعف البنى التحتية لهذا خصصت جائزة تميز دورتها الحالية لنساء القرى فاطمة بغنبور الحرة الرباط في المغرب أيضا كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ارتفاع أعداد العمال المهاجنة في البلاد خلال السنوات الماضية وفقا للتقرير فإن عدد العمال الأجانب وصل إلى 26283 خلال العام الماضي مقارنة بعامي 2016 و15 حيث تروح بين 23 إلى 24 ألفا ويحتل الفرنسيون السدارة بأكثر من 5000 عامل يليهم السينيغاليون ب4000 عامل ثم الإسبان والتونسيون والشزائريون بعد تغييرات كثيرة في إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم وتوقفه العام الماضي بما وصفه منظموه بوقفة تفكير لإعادة هيكلته عاد هذه السنة في دورته السابعة عشر بحلة جديدة أكثر انفتاحا على العالم ويتنفس 14 فيلما من 29 دولة ستة منها من إخراج النسائي للفوز بإحدى جوائز المهرجان الخمس بعد غيابه العام الماضي يعود مهرجان مراكش الدولي للفيلم بنفس جديد إذ دحمت معه سجادته الحمراء بأبرز نجوم السينما العالمية والعربية المخرج العالمي جير مو ديل تورو والنجمة دا جوتا جونسون وعدد كبير من نجوم وصناع السينما أعطوا انطلاق فعاليات الدورة السابعة عشر زخما كبيرا بالنسبة لي مهرجان مراكش بيلم شامل العالم يعني انت مش بتتكلم على سينما عربية فقط انت بتتكلم على سينما بمعنى كلمة السينما في العالم كله يعني متعودين ان احنا نيجي نهوت من أيام ما كنت بشتغل مع الله يرحمه الأستاذ يوسف شاهين فصيقي ان دا بالنسبالي كلمة الافتتاح التي ألقاها أفراد لجنة التحكيم والتي يرأسها المخرج الأمريكي جيمس جوراي جاءت في رسالة من المهرجان مفادها أن الفنون تجمع الشعوب احنا وصلنا اننا نجو الحمد لله هاد عشر سنين للخراك ان نجو افلام كالتنافس على المستوى العالمي مزيان ها هي دخلات المغرب دخلات الفيستيفال دي المراكش احنا قدي نشوفه النتجة كيفاش ديره ونشوفه التفاعل دي الجمهور والتفاعل دي الجوري اللي عنده تقافات مختلفة مع الأفلام المغربية رغم ان الخليج ما كانش فيه سينما لكن برضو بقى فيه سينما بقى فيه مهرجانات عندنا في مصر طبعا بيعملوا مهرجانات كبيرة قوي فيعني دي حاجة انا شايفة انها حاجة مهمة قوي ان تفضل السينما باقية رغم كل المنافسات الأخرى أكثر من تمانين فيلما من أحدث إبداعات الشاشة الفضية ستعرض خلال أيام المهرجان الذي نصب شاشة كبيرة في زوايا عديدة من مدينة مراكش ليتبع عامة جمهور فعالياته فيما يتنافس 14 فيلما على نيل سعفة مراكش الدهبية كما سيكرم خلال ليالي المهرجان نجوم عالميون هم روبرت دينيرو والمخرج الفرنسي أنيس فيردا والنجمة الأمريكية روبين رايت والمخرج المغربي الجلال فرحاتي هكذا إذن تعود الدورة السابعة عشر لمهرجان مراكش بحلة جديدة وصفها المنظمون بنهج جديد أكثر انفتاحا على تجارب السينمائية العالمية وفي نفس الوقت أكثر التصاقا بالجمهور ببرمجة غنية تقرب آخر وأحدث انتاجات هوليوود للجمهور فاطمة بغنبور الحرة مراكش نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تحقيق حول المعاناة والعزلة التي تعيشها حالات مصابة بالأيث مع ذيب الوعي وانعدام الدواء في مصر ملتقا للتوظيف بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص في اليوم العالمي للأيدز الذي يصادف الأول من ديسمبر تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك 37 مليون شخص مصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وهو أعلى رقم على الإطلاق إلا أن الربع لا يعرفون بأنهم مصابون بالفيروس وأصيب خلال العام الماضي فقط نحو مليون وثمانمائة ألف شخص بفيروس نقص المناعة الأيدز وحسب الأمم المتحدة فإن الوصمة والتمييز يعتبرا من أهم العوائق التي تحول دون محاربة المرض بشكل أفضل وفي هذا اليوم أيضا اليوم العالمي لمكافحة الأيدز تنطلق التحذيرات من مخاطر الفيروس الذي فتك بالملايين في أرجاء المعمورة وتعد الجزائر واحدة من أبرز البلدان التي تشن حملة مكثفة لمحاربته بسبب ارتفاع لافت لضحاياه في اليوم العالمي للأيدز ترتفع أصوات التحذيرات من مخاطر الفيروس الذي يتربص بشباب الجزائر الفئة الأكثر استهدافا لفكي الفيروس المفترس حسب أحدث الإحصائيات تسجل الجزائر 800 إصابة جديدة بالسيدة سنويا 12.083 حالة إصابة بفيروس السيدة منذ العام 1985 1880 من أصل 12.83 معنياً بحالات السيدة ما بين 20 و35 هم الشريحة الأكثر إصابة بالفيروس وسيدة فيروس مزمن ومعدي ويعد الكشف المبكر والتوعية بالفيروس أبرز طرق الوقاية لا سيما في البلدان المتقدمة التي تحتفي بمنجزاتها في مكافحة الأيدز اليوم السبت الأول من ديسمبر هو اليوم العالمي للأيدز وهو يوم لتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس ولكنه أيضاً يوم للاحتفال والتقدم الملحوظ الذي حققناه في مكافحة هذا الفيروس وللتأكيد على التزامنا المستمر بإنهاء الأيدز كتهديد للصحة العامة من واشنطن إلى الجزائر والعالم من أقصاه إلى أقصاه يحث الخطى قدماً لتسخير الجهود العلمية لإنقاذ البشرية من مخاطر فيروس الأيدز نقص المناعة المكتسبة الذي أودى بحياة الملايين وسلم مصير ملايين أخرى إلى عالم موحش من اليأس والكآبة والعزلة معاناة وعزلة وضعف في المواكبة النفسية والدعم الاجتماعي هذا هو القاسم المشترك بين حالات تباين الطرق إصابتها لكن جمع بينها داء لازال يحيط به الكثير من التكتم في المنطقة المغاربية حالات إصابة بداية فقدان المنع المكتسبة والأيدز رصدتها أصوات مغاربية في هذا التحقيق موسيقى حسبي الله لا نسمح له شيء لا نسمح له ningún لازم تكون تحريات ومراقبة وليازم تتبع لكل العيينات التي ت Kia اكتشفت أنهم أخوي يتبرع لي كدمت زاد وليس يتبرع أهول أخويه بداروا لي كدم من عندهم هم ماتوا بالقلب، ماتوا بأمراض أخرى يعني مشي بهذاك المرض اكتش بالمرض حسنا روح ينشون محطاً ما حاش تكون عن تحيات ولا تنزوج ولا من تحياتي تنبت خيالها موسيقى تراتوا مكايش، يفلقوا مكايش لنصيري وجي مكايش سيروا مكايش في هالولا مكايش وسبيطة مكايش اللي يقول الموازن الأول أنا ذاك سيبو دياف اللي كان يقول لهم رانا بأحسن الدول الأوروبية والراكراك آخير دولة في إيفريتيا المهم زدنا جبنا هذك الدول خرصت عليه دراهم برا عند هالدي ورجع يجبنا لهم خلو دك الدم وعطاونا الدم محطوط فلابو في ماشحر في باتسان جون رقمو 14 نوفمبر 2009 زادوا الدم هذك الدولة تشاك بيه فاطمة وعشي بيه من هذك الساعة وعندتها نرى الكيموانكا من هذك الساعة من الـ 2009 غير ربي اللي يعلم من هذك النهار بيه بابها بالعيدة غير ربي صبحانه اللي لبقى النهار نبكي ناولدي نبكي ناولدي قصدت بالله غير ربي صبحانه وتعالى اللي يعلم واش اصرافية غير ربي بديت ولدي زاد كل يوم صباح لحشية بديتها باش بتلها غيبيها هي اي عندي اكثر من اربع سنوات وبدرت عملية عملية زايدة شا هي يزدت يعني قالوا لي بدرتها عند البريبي قالوا لي لطلق تزيدي الدم اي رحت شريت الدم اي ومبعدين اكتشفت انو ما اخوية تبرع لي الدم لدي زادوني شريت برعه الاخوية داروا لي الدم من عندهم هما عندك شين بعدها ما احسيتش ما حسيتش من بعد العام بديت اعراض الجينيك شولة لا قريب هكذا من بعدها بديع طرمي تعيارات عيرت لقيت روحي قالوا لي عندك مصادم هدا الويروس هذا يعني كلام كلام في الحقيقة خاصة اذا كانت فتاة وكذا لازم لها يعني ربما وسائل باش تحمي نفسها ربما باش تتكلم على حقيقة الامر تاحا ولكن نقتل قولك من خمسة وسائل الانسة منتصر في تسعين التقليد مستحيل ان يكون نورنا لانو العقوبة تاعوا خاطئة بالنسبة للناس يخدموا في المخابع راسلة الوزير وزير الصحر راسلة وزير اول وزير داخلية سيدرة الجمهورية كل راسلة هم بالمراسلة وبلاغات مش يقول كده من الالفين وضمع عشر مني راسل فيهم من الالفين وحدعش رسلو فاطيما يدرون لها بريجون شارج وزير الضمان الاجتماعي دار بريجون شارج مفتوحة بقى يعرجوا فاطيما شي يدرون لها هم شيء في فرنسا فرطوا في العلسة فرطوا في يناوية غصحة بالخير كانوا لابدين هذه هي بريجون شارج توطان موسيقى 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 جزائر منذ الظهور التزمت على المستوى سياسي على المستوى التقني على المستوى المالي من أجل استجابة قوية لمكافحة هذه المرات وأنها التزمت بأعداد استراتيجيات منذ 2002 اليوم أنا في المخطط استراتيجي الرابع في 2016-2020 وهو مرتبط بالالتزامات الدولية للجزائر والدول العالم كلها اللي وفقت عليها الأمم المتحدة وهو بالأخص برنامج المتحدة المشترك المعني بسي و 30 سبتمبر 2010 أدت الحالات المتركة من أول حالة حتى الـ حتى الـ 30 سبتمبر 2017 هي 11,335 في الحالة الثاني المشكلة عن المؤسسات الصحية مثل الدنتيس عشان فعنا راح نحكي له فعلا نحكي له فعلا ما يبدأ نجري فيها نحكي لها و بلدنا و بلدنا نجري فيه و تحتم و تبديل و تقومنا بداية و لا يتقوموا بهم بلدنا و لا يأكون نرى الأطباء لا يتقبلون هذه الأطباء لأنه يخافوا من التقالي المعني و نرى كذلك أن دول الجزائرية أحنا أفعنا مصرف شعكاوين للوزارة الصحة دارت دوسر كيل أمن يستغير يعني زوج وثائق يعني يمنع ومنع مبتل أنه هاد الأشخاص يترفضوا لو كان يترفضوا يكون إجراءات يعني صار يمضل هاد الأطباء بالصحة الأطباء الجزائري ما يخلوش آطاء يقول لك ما نقبلوش هاد المريض لأنه ما عندناش ما عندناش هاد المريض ما يستحدش يدير الجراحة يعني يقعدوا يدور فيهم فلاصة فلاصة حتى كان يفقدوا الحياة كان بزاف اللي ماتوا لنا فقدوا الحياة بمشي بالمرض الآيسي أن المرض الآيس كانت عنده شحنة الفيروسية ناقص خلصين لكن ماتوا بالقلب ماتوا بأمراض أخرى يعني مشي بهذا المرض ماتوا بالأمراض الأخرى معنا من القاهرة دكتور إهاب الخراط مدير عام برنامج الحرية من الأيت مازال خير دكتور إذن الأرقام تزداد كل عام ونصيب المنطقة العربية في شمال إفريقيا وحتى في الشرق الأوسط دائما في التزايد لا يزال إلى حد الساعة المشكل ربما في تقبل هذا المرض سواء على المستوى الشخصي للمصاب أو حتى على المحيط هل تشاركنا رأي في هذا؟ نعم المشكلة الكبرى هي الوصم والتمييز الوصم هو أنك أنت تعتبر الشخص المصاب بالفيروس أو المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري الأيدز أنه أخطر أو أقل أخلاقية أو يعني يجب أن يستبعد من باقي المجتمع إذن الوصم هو توجه داخلي أما التمييز فهو عدم إعطاء هذا المتعايش مع الفيروس حقوقه الشرعية والقانونية وتعامل معه كتعامل فعلي في الجهات الحكومية أو في القانون أو في القضاء بصورة تخل بحقوقه الإنسانية الأساسية دول الاتنين اللي بيخلوا المتعايشين مع الفيروس أو الذين يشكون أنهم متعايشين مع الفيروس يخلوهم ما يروحوش يعملوا التحليل فلما ما يروحوش يعملوا التحليل نبقى مش عارفين أنهم مصابين ولا لأ وبالتالي المنطقة العربية هي أكثر منطقة هناك فيها متعايشين مع الفيروس ولا يعرفون أنهم متعايشين مع الفيروس وبالتالي قد ينتقل من خلال الزواج أو من خلال مشاركة أدوات حد بدون معرفة أو من الأم للطفل طبعا بدون المعرفة 80% من المصابات بالفيروس في المنطقة العربية أصبنا داخل إطار الزواج الشرعي وأطفالهن بيولادوا متعايشات أو متعايشين مع الفيروس أيضا بما يشكل أكبر التحديات في هذه الحالة دكتور في هذه الحالة بالضبط لو سمحت فقط ما هو السبيل الأمثل لمواجهة انتشار هذا الفيروس الفتاك إذا كان معظم المصابين لا يعلمون بأنهم مصابون به السبيل الأمثل هو الوصول للفئات الأكثر عرضة للإصابة وإزالة الوصم والتمييز ضد المتعايشين يعني بعض المتعايشين بيرفضوا يروحوا ياخدوا العلاج خوفا من الفضيحة يعني أنا أعرف مدمن كان يقول لي أنا لا أنا ما رحش أاخد العلاج لأنه أموت مصطور ولا يعيش مفضوح وهو مدمن يعني هو ما هواش مثلا يعني هو لكن يشعر أن وصمة الإيدز أقوى من وصمة الإدمان فإذا إزالة هذه الوصمة هي التي تجعلهم يحصلون على العلاج بصورة جيدة الفئات الأكثر عرضة كمان يشاركون الحؤن مثلا أو العاملات بالجنس وزبائنهن والعاملين بالجنس وزبائنهم والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال يعني باقي الوصول لهذه الفئات في هذه الحالة دكتور هل المنطقة إذن ارتفاع في عدد المصابين إذا بقيت الأمور على هذا النحو نعم المنطقة العربية هي أحد منطقتين فقط في العالم لا تزال الإصابات الجديدة في ازدياد ازدياد بنسبة 12% في المنطقة العربية و14% في منطقة غرب أسيا إذن هؤلاء هم المنطقتين الوحيدتين الذي لا زال الوباء فيهم في تصاعد بينما في باقي مناطق العالم هو في تراجع ولزال الوفيات أكثر ولزال الذين يحصلون على العلاج أقل من النسب العالمية المطلوبة بكثير نعم في هذه الحالة دكتور هل نقص الدواء هو الذي يؤثر أم أنه يبقى دائما الجهل هو العدو الأكبر لهذا المرض لأنه حتى لاحظنا بناء على التقرير والتحقيق الذي نشرناه في الحالة الجزائرية كان هناك نقل المرض بالخطأ وأيضا الضعف في مداواته وعلاجه يعني المشكلة لم تكن في البلاد العربية في الغالبية العظمى من الحالات بغض النظر عن هذه الحالة بالتحديد الغالبية العظمى من الحالات ليست أن الدواء غير متوفر معظم الحكومات العربية توفر الدواء ولكن الوصم والتمييز يمنع المتعايشين من الحصول على هذا الدواء على التقدم للجهات الحكومية حتى بعض الأطباء وبعض التمريض وبعض العاملين في الجهات الحكومية ينظرون نظرة مرتبة ونظرة متوجسة ونظرة خوف ونظرة دينونة وإدانة على المتعايشين وبالتالي يحجمون هؤلاء عن تلقي الدواء فإذا المشكلة ليست أن الدواء يتوفر لطبعا محتاجين دواء أكثر ومحتاجين فحوصات أدق ولكن المشكلة هي في الجانب الاجتماعي من الوباء الجانب الذي يجعل المتعايشين به والفئات الأكثر عرضة معزولة يعني أي محاولة للوصول مثلا للعاملات بالجنس توصم كأنها محاولة للنشر الرزيلة أي محاولة للوصول للمدمنين كأننا نشجع المدمنين بدل ما بين قسين أن نعاقبهم كل هذه التوجهات المجتمعية نبغي أن تتغير وينبغي أن نعرف أن السعي للوصول لهذه الفئات هو حماية لهم واحتراما لأدميتهم وأيضا حماية للمجتمع واحتراما لقيمة المجتمع كالكل نعم دكتور إهابا الخراط مدير عام برنامج الحرية من الإدس كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات في مصر نظمت وزارة القوى العاملة ملتقا للتوظيف بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات بهدف توفير عشرة ألاف فرصة عمل في شركات القطاع الخاص البحث عن وظيفة هو أكثر ما يشغل ريم الحاصلة على شهادة في الحقوق ما يجعلها تقضي ساعات طويلة يوميا في تصفح مواقع التوظيف للحصول على عمل ريم ليست الوحيدة في رحلة البحث عن عمل في ظل معاناة ألاف الشبان المصريين من البطالة أو على الأقل من عدم إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم وضع تقول الدولة المصرية إنها تسعى لتغييره فوفق أرقام رسمية انخفض معدل البطالة في مصر بنسبة تقترب من 3% خلال العام الجاري وتقول الحكومة المصرية إن هذا راجع إلى الإجراءات التي اتخذتها والتي من بينها التنصيق مع القطاع الخاص لتنظيم هذا الملتقى للتوظيف الذي جثب الآلاف من الشباب من محافظات مختلفة أميلينا في الحصول على وظيفة إحنا عندنا استعداد إن إحنا نعمل مرضاقة كل أسبوع إذا تم الإعداد الجيد وتوفير فرص العمل الحقيقية يمكن شوفنا من المشروعات اللي قامت بيها مصر خلال المرحلة الماضية الكثير والكسير أكتر من 7000 مشروع النهاردة بتكلفها تصل إلى 1.5 تريليون حيكملوا إلى 15300 مشروع بتكلفها تصل إلى 3.5 تريليون عشان نقدر نوفر فرص عمل لكل أولادنا من جهة أخرى يرى البعض أن المشاريع القومية التي تم افتتاحها لم تسهم في خفض معدل البطالة وطالبوا بالتخاذ خطوات أخرى لإيجاد فرص عمل للشباب أتمنى أن هناك مشروعات لصناعة الأسمنة لصناعة الحديد لصناعة التحولية للتعديم للفصفات للمسالس الزهبي للزراعة هذه المشروعات لصفة الاستدامة وهي فرصة العمل الحقيقية وتستمر ولا قيمة مضافة أما المشروعات التي بدأت بها الدولة المنصرية المتعلقة بها المشروعات البنية التحتية كانت في فترة الكساد بعد ثورة 30 يونيو والكساد الموجود في كانت أعدام المنصرية أن تضخ الكثير من الأموال في هذه المشروعات حتى تخلق فرص عمل وتعيد الاقتصاد إلى وضع مماندلة النمو لكن ماذا بعد انتهاء هذه المشروعات؟ أين سازب أولئك المهندسين والعمال؟ وتقول الحكومة المصرية أنها اتخذت مجموعة من السياسات التي أدت إلى تحسن الاقتصاد حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وفق تقارير رسمية إلى أكثر من 5% خلال العام الجاري منها إقاف التعينات في الجهاز الإداري للدولة بهدف خفض عدد الموظفين إلى ما يقرب من مليوني موظف بعد أن تخطى عدد موظف الدولة 5 ملايين دميانا سعد الحرة القاهرة أصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار يمكنكم الإطلاع على موقع الحرة.com كما يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب دمتم بخير اشتركوا في القناة